أهلاً فيكم برج الحمل طبعاً الطاقات مفتوحة يعني يمكن تنطبق عليك القراءة أكثر من شهر ولكن نحن رح نوجه الطاقة لمدة شهر واحد فرح نشوف شو مستنيك يا برج الحمل القراءة رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً تقبل العكس يعني إذا أنت عم تتابع لبرج الحمل ممكن تشوف أن بعض الأشياء اللي بيحكي عليها أو بعض الطاقات يشابها لطاقتك أو تنطبق عليك طيب أول إشي رح نبلش بطاقتك أنت لهالشهر رح نشوف شو هي طاقتك أنت برج الحمل أنت في حالياً بمطرحة عم تحس أنك بدك تختار أو في عندك إشي معين عم تحس أنه أنت عم تبدل طاقة فيه بزيادة أو عم تبدل مجهود فيه بزيادة في علاقتك الحالية عم تحس أنه أنت عم تحط مجهود أكتر من الشخص اللي أنت عم تتعامل معه مش عم تشوف أنه فيه عدل وموازنة بالأخذ والعطى عم تحس أنه وصلت إلى مرحلة بدك تفكر لأنه الوضع مسبب لك تجوج عاطفي فوصلت إلى مرحلة بدك تفكر العلاقة بتستاهل اللي أنت عم تحط فيه المجهود اللي أنت عم تحط فيه لأنه عم شوفك أيضاً دفاعي بهالفترة دفاعي كتير وعم شوف أنه الحكي أو المناقشات مع الشخص اللي عم تتعامل معه طاقة كتير حادة مع أنك فيه مشاعر تجاه الشخص لأنه الوضع من الناحية يعني الذهنية أو العقلية مسبب لك كتير توتر وكتير شوشرة فأنت عم شوفك قاسي باتخاذ القرارات مع هالشخص لأنه عم شوفك وصلت إلى مرحلة بتحس أنه فاض فيك الكيل أو بطل عد تتحمل أكتر أيضاً بتحس أن القرارات اللي عم تتخذها أنت راضي عنها أنت راضي عنها لأنه عم تحس أنك عم تطلع منتصر من الوضع اللي أنت فيه منتصر بالعلاقة راضي عن اختياراتك ممكن بالتواصل بينك وبين الشخص اللي عم تتعامل معه في شوي طاقة تلاعبية أو أو أنت عم تستخدم السلوب معه بالحكي عم يعود إليك بالنتيجة اللي أنت بدك إياها يعني عم شوف أنت قادر كتير تفهم عقلية الشخص اللي أنت معه وبتعرف كتير كيف توصل إلى النتيجة اللي أنت بدك إياها مع هالشخص يعني برغم أنه فيه حب ومشاعر بينك وبين هالشخص إلى أنه أنت مثل ما حكيت لك وصلت إلى مرحلة بتحس أنه أنت يعني بطل فيه عندك القدرة تعطي أكثر فوصلت إلى مرحلة اختيار قرارات ساعمة بالنسبة لطاقة الشخص اللي عم تتعامل معه طاقة الحبيب طاقة الشريك طاقة الشخص اللي أنت عم تفكر فيه عم شوفه عم يحط برسونة معينة أو عم يحط ماسك معين بالعلاقة عم يظهر لإلك بطريقة أو بشخصية غير اللي هو يعني غير شخصيته الحقيقية هالشخص ممكن عم شوفه كتير متردد كتير متحفض أيضاً كتير بيحب يكتم على مشاعره ولكن هو ما عم شوف نيته إنه يظلمك أو إشي عم شوف إنه شوي دفاعي شوي متحفض أكتر من ما هو أجرسيف أو أكتر من ما هو هجومي عم شوفه متحفض أكتر على مشاعره يعني ممكن أنت تكون طاقتك متهوري أكتر ممكن أنت تكون انفعالي أكتر هالشخص عم شوفه مش هيك عم شوفه متحفض أكتر على مشاعره فيه إشي كتير بالدور في رأسه بيحب يحكيها ولكن مش عم يحكيها بيشوفك هالشخص حالياً محضوط بمطرح فيه أمامه عدة اختيارات من الناحية العاطفية بيشوفك على إنك أمنية وعم شوف أنه مشاعره يعني المشاعر الظاهرة اللي عم بيورجيها لإلك عكس عكس مشاعره الداخلية وعكس ما يحس فيها الشخص بعقل الباطن لأنه بيشوفك أمنية بالنسبة لإله أيضاً في عنده عرض حب بده يقدم لك يا أو في عنده عرض حب بده يحكي فيه لإلك أو حتى في عنده مشاعر هو متردد جداً إنه إنه يحكيها لإلك لأنه بده يظهر بصورة معينة بده يظهر بشخصية معينة هالشخص فعم يبين إنه هو متمكن عم يبين إنه هو الوضع مش كتير مأثر فيه ولكن في العقل الباطني عم شوف المشاعر عنده أكتر من عندك عم شوف أنت بطاقتك أكتر بطاقتك النارية أكتر وعم شوف هو من جوة ممكن يكون البرج اللي عم تطعونه نوعه برج مائي أو في عنده كتير طاقة مائية ولكن عم شوف هو حالياً ممكن أنت مركز أكتر على مشاريعك وإنجازاتك أكتر من هو عم شوف هو بعقل الباطن كتير مركز على العلاقة اللي بينكم أيضاً المشكلة اللي بينكم أو مواحد من أسباب الخلافات اللي بينكم إنه فيه أمور كتير مش عم بتحكوا فيها عم تطاولوا بالموضوع فيها فيه إشي كتير عم تأجلوا عم تأجلوا الحديث فيها سبب التأجيل أو سبب إنه فيه إشي كتير مش عم بتحكوا فيها هي اللي عم تأدي إلى مشاكل بينكم بالتواصل لأنه فيه طرف منكم عم يحس بكسرة قلب يعني فيه حدا منكم مجروح وأيضاً من الأسباب اللي ممكن تكون فيه بينكم فيها خلافات أسباب مادية أو مش بالضرورة مادية ممكن تكون أسباب فيه عدم القدرة على الالتزام من طرف معين ممكن أنت ممكن هو الطرف ولكن فيه شخص ما عنده القدرة على الالتزام عم يماطل عم يماطل عم يعني عم يجر الموضوع أكتر مما هو مستاهل عم شوف أنه البدايات بينكم إذا للبعض منكم اللي مش عم يحكي مع هالشخص الإشي اللي مسبب مشكلة حالياً إنه ما في بدايات جديدة بينك وبينه يعني أنت بدك بداية جديدة وهالشخص بده بداية جديدة ولكن ما في أي أي خطوة تتخذوها لأنه أنتو الاثنين يعني كل واحد يعني كل واحد عم يحاول يمشي كلمته أو بده هو يكون الشخصية الأقوى بها العلاقة ففي بينكم شوي صراع على السلطة بصراحة يعني أنت بتحب أنه كلمتك تكون مسموعة وأيضاً هالشخص بيحب أنه كلمته هو أيضاً تكون مسموعة بالنسبة لخطوتك أنت في المستقبل أو شو اللي مخطط لإله أنت عم شوفك مركز كتير على جسمك أيضاً يعني ممكن فيه إشي عم تفكر تغيرها ممكن تغير داية طريقة أكلك ممكن تتبع حمية غذائية جديدة تي الشي بيتعلق بجسدك عم شوف أيضاً مركز أنت كتير على مشروع أنت باشونت فيه أو فيه عندك شغف لهالمشروع اللي عم تشتغل عليه أيضاً بتفكيرك أو بخطوتك للمستقبل عم تفكر بإشي فيها نوع من الالتزام أو نوع من الارتباط عم شوفك عم تبحث على ارتباطه على أو وضع موزون يعني البعض منكم برج الحمل بده يستقر شوف أنه بدك تستقر أيضاً بما يخص العلاقة وبما يخص الشخص عم شوف أنك رح تاخد موقف حيادي أكتر بمعنى أنك مش رح تحكي فيه إشي رح يكون بدك تتهوي أو بدك تحكيها ولكن عم شوفك مش رح تحكي في المستقبل رح تحاول تكون متحفظ أكتر مشوف أيضاً رح تكون سوشل أكتر أو رح تكون اجتماعي أكتر بدك تطلع مع يعني مع أصدقائك أو بدك تكون شخصية اجتماعية ما عم شوفك منعزل بخطوطك القادمة رح تكون منعزل أو رح تكون ملطوي على حالك عم شوفك رح تكون شخص اجتماعي أكتر بالنسبة لشخص اللي عم تتعامل معه عم شوفه أكتر في رحلة بحث عن الذات بده يكتشف هالشخص شو هدفه من الحياة يعني فيه أمور هالشخص حالياً عم يفكر فيها اللي هي شو هدفه من الحياة روحانياته رح تعلق أكتر هو عم شوفك أنت مركز على أمور أرضية على شغلك على عملك عم شوفه هو أكتر مركز على أمور روحانية أكتر هلا هاي الكرت الوحيدة اللي تطلع مقلوب عندي ف The Chariot The Chariot هاي بورقة تقدم تحرك إلى الأمام بس بما إنه إجت مقلوبة عم شوفه أنه الشخص حالياً ما في عنده أو خططه القادمة ما رح يكون فيها تحرك كتير إلى الأمام عم شوفه عم يمر بالتغيرات جذرية تغيرات داخلية ولكن التغيرات هي الإشي الوحيدة اللي رح تود عليه بالرضى النفسي أو بالرضى الذاتي لأنه في أمور ما بتوقع هالعلاقة ممكن تحلها أو التواصل اللي بينك وبينه ممكن يحلها لأنه في أسئلة شخص اللي عم يسألها بتطلب إنه يفوت جوه حاله يسأل يسأل حاله هو شو بده إلى الأمام لأنه مبين إنه هو ما في عنده خطة أو ما في عنده خط مرسوم إلى الأمام في عنده كتير بارانوية كتير مخاوف داخلية كتير شكوك ممكن بيكون بيشك فيك بيشك بالعلاقة بيخاف من طبيعة العلاقة إنه ما تنجح في عنده كتير مخاوف داخلية هالشخص لازم يشتغل عليها همشوفه أيضاً عم مستني لخبر منك خطوته يعني بالمستقبل في عنده مستني إلى رسالة أو خبر معين هالشخص بيجوز مستني خبر منك لأنه ما عم شوف إنه طاقته يعني عم يتحرك أو عم يمشي إلى الأمام عم شوف إنه هو في رحلة بحث يعني عن الروحانيات وأيضاً ما في تقدم عنده إلى الأمام في عنده تغيرات الجذرية رح تصير وعم يستنى إلى خبر معين أو رسالة معينة لنشوف الطاقة المشتركة بينكم في المستقبل شو رح يكون وضعها نبين الانجذاب الجسدي بينكم كتير عالي ممكن أنت أو ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه جسدياً منجذب إليك كتير بطريقة كتير عالية يعني ولكن لسه في مخاوف لسه في طرف منكم في المستقبل رح يكون لسه خايف ومتردد أو متخوف ومستقبل العلاقة أمشوف ولكن بينكم لأنه ذا ستار عندك هالكرت إجا مرتين هون وهون فعمشوف أنه الأمور أول إشي رح تتغير بينكم في المستقبل لأنه عندك ويل أو فورتشن وهاي بتحكي عن تغيرات دائماً مستمرة فالوضع اللي إنتو فيه رح يتغير إذا وضعك منيح مع الشريك أو مع الحبيب اللي عم تتعامل معه حالياً بدك تنتبه من الأمور إنه تتغير تحاول تكون مرن قدر المستطع والبعض منكم اللي مش عم يحكي مع الشخص أو مع الحبيب الأمور رح تتغير هون رح يصير فيه حكي لأنه فيه عندك بيج أوف كوبس أيضاً عرض حب وعندك بولد كارد أيضاً يعني فيه رح يصير اكتمال دورة بينك وبين هالشخص أو اكتمال كارما أو العجلة اللي بينكم رح يصير فيه توضيح لأمور كتير عديدة بينكم هالشخص بيشوفك أمني ولكن شوي من المخاوف رح تكون بينكم ولكن همشوف الغالبية أنت يا برج الحمل هون يعني طاقتك الغالبية أنه أنت ممكن هالشخص يرجع لإلك لأنه بيشوفك على أنك مطرح الراحة أو بيحس أنه بيحس بالأمان العاطفي معك هالشخص فعمشوف أنه إذا للبعض منكم إذا فكر يرجع لك هالشخص أنت رح تقدم له نوع من مثل الإيد المفتوحة أو رح تأخذ هالشخص بالحضن يعني ورح تتقبل منه وأنه أمشوف أيضا أنه هو بيشوفك العالم يعني بيشوف أنه عنده ممكن تقدم له كل إشي هو بيريده أيضا عندك كما حكينا فيه تغيرات رح تصير بالمستقبل يعني الطاقة المشتركة بينكم طاقة كتير إيجابية عمشوف أنت وضعك أحسن طاقتك أحسن بمعنى أنه أنت عم تتحرك السرع من هالشخص عمشوف هالشخص طاقته شوي بطيئة يعني حتى خطوته بالمستقبل ما فيها كتير تحرك أو تقدم إلى الأمام ولكن الطاقة المشتركة بينكم الأوضاع بالتأكيد رح تتغير بينكم حباي ببرج الحمل بتمنى القراءة تكون عجبتكم وفادتكم إذا حبيت القراءة لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب إن شاء الله رح شوفك في فيديو القادم شكرا لكم